وفي ضوء مستجدات الموقف بأوكرانيا أعلنت وزيرة الدولة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلا مكرم أعلنت تشكيل غرفة عمليات مخصصة لمتابعة موقف الجالية المصرية في أوكرانيا مضيفة أن غرفة العمليات في تواصل مستمر مع رؤساء الجالية المصرية بأوكرانيا الوقوفي معهم على آخر مستجدات وتطورات الموقف داخل المدن المتواجد فيها المصريون وأوضحت السفيرة نبيلا مكرم أنه يتم حاليا التواصل مع الوزارات المعنية حول الحلول البديلة للطلبة بما يضمن الحفاظ على حياتهم أولا وتوجيههم للبعد على المناطق الخاطرة كما أكدت الوزيرة أن تحرك وزارة الهجرة يأتي ضمن جهود الحكومة المصرية للحفاظ على مواطنها بالخارج في إطار التوجيهات بالتواصل المستمر مع جالية المصرية في أوكرانيا وذلك للتعرف على متطلباتهم في هذه المرحلة الراهنة والعمل على تلبيتها بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية وذلك باستمرار مع جالية المصرية بأوكرانيا للوقوف على هذه المتطلبات في المرحلة الحالية ترجمة نانسي قنقر